الحمد لله رب العالمين لا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدينًا ما بعد قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب أدب الطعام قال باب السحباب كون ساق القوم آخرهم شربا قال وعن أبي وتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ساق القوم آخرهم شربا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا الباب فيه مشروعية بل السحباب أن يكون ساق القوم سواء كان ساقيهم ماءً أو لبنًا أو أي مشروب أن يكون هو آخرهم شربا أن يكون هو آخرهم شربا ويقاس على هذا من يقدم أيضًا الأكل فالأكل يقاس على الشرب فإنه يقدم أولًا أضيافه أو من يعطيهم ثم يكون هو آخرهم ومن هذا الحديث يستفاد فوائد أولها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يباشر بنفسه سقي الناس فلما جاءه أبو قتادة رضي الله عنه أرضاه وأراد أن يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم شربا ساقي القوم آخرهم شربا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه آخر القوم شربا لأنه ساقيهم صلوات ربي وسلامه عليه وهذا من تواضعه والفائدة الثانية فيه إشارة لأولياء الأمور أنهم يقدمون مصالح الناس على مصالحهم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر ومع ذلك يقدم مصالح الناس على مصطاحته الخاصة والفائدة الثالثة إذا كان عند الرجل أضياف فإنه يقدمهم في الشراب ويقدمهم في الطعام ومن هنا نستفيد فائدة أن ما تعرف عليه الناس في وقتنا أنهم لا يأكلون مع الضيف وإنما يأكلون بعده أن هذا أمر مستحسن شرعا ويدل عليه هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ساق القوم آخرهم شربه فالذي يضيف الناس ويجعلهم يأكلون أولا ثم يأكلوا بعدهم فهذا يدل على كرمه وعلى طيب نفسه ومسألة الضيافة مرجعها إلى العرف مرجعها إلى العرف ولذلك ما تعرف عليه الناس في أمر الضيافة فإنه هو المعتبر ولا يصح أن يأتي أحد ويخالف هذا العرف ويقول أين الدليل على هذا الفعل أو أين الدليل على هذا الفعل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ولم يبين نوع الإكرام فدل على أن الإكرام مرجعه إلى العرف وذلك لا يصح أن يخالف العرف ويطالب من يفعل هذا العرف بالدليل لأن المرجع في الإكرام هو عرف الناس ما لم يخالف الشرع ومنهما تعرف عليه الناس كما ذكرنا أنهم مثلا لا يقومون قبل الضيف أو أنهم يعني يأتون بعض الضيف ولا يأكلون معه إلى نحو هذه العادات التي يتعارف عليها الناس فهذه لا تنكر بل إنكارها من الجهل إنكارها من الجهل لأن هذه أمور عرفية ولد خالف الشرع وفيها إكرام ويدل عليها هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ساق القوم آخرهم شربة وهذا حديث عظيم كما ذكرنا يدل على تواضعه صلواته ربه وسلامه عليه وفيه هذه الإشارات اللطيفة هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين